نفسي خشي الحلقة دي بعد مباراتي الأهلي مع سانداونز والزمالك مع الوداد وأنا مبتسم وأنا سعيد وأنا فرحان بس للأسف يوم حزين للقرى المصرية يوم كائب للقرى المصرية يوم مش متوقع للقرى المصرية أتركم من كم يوم الزمالك عنده التشكيلة وعنده المدرب اللي هم أفضل من تشكيلة الوداد ومدرب الوداد والزمالك يقدر يكسب المباراة أول ثلاث دقائق قدر نادي الزمالك يحقق المرجو منه ويسجل هدف مبكر يسهل عليه المباراة سجله أحمد سيد زيزو يسهل عليه المباراة يسهل عليه المباراة ده معناه إيه؟ معناه إن اللعبة تقدر تتحكم في رتم اللعب معناه إن المدير الفني يقدر يحط اللعبين في مواضع كويسة معناه إن الوداد وسط جماهيره يتحطوا تحت ضغط وما يعرفوش يلعبوا إيه اللي حصل؟ أخطاء فردية من المدافعين مرة من محمود علاء مرة من حمز المسلوسي مرة من أبو جبل أبو جبل الرائع اللي قدم مستوى كبير في كأس الأمور الأفريقية أخطاء أنا آسف اللي أنا أقول عليها تصل لدرجة الأخطاء السازجة أخطاء بدون داعي أخطاء بدون لزمة أخطاء تودي الفرقة كلها في أمور صعبة الشوت الأول أنا لا أحمل كارتيرون ناتيجتو الشوت الأول لا أحمل كارتيرون ناتيجتو رغم أنه خلس اتنين واحد للوداد ليه؟ أنه الزمالك كان قادر يتحكم في الرتم نسبيا نسبيا بس مش كاملة نسبيا الزمالك قادر يسجل هدف مبكر أخطاء مش طبيعية من اللعبين مش وقتها ما ينفعش الشوت التاني تغييراته كانت غير منطقية تغييراته كانت غير صحيحة سواء على أرض الملعب بالنسبة للأمور التكتكية وأيضا على مستوى التغييرات ودايما بسأل نفسي السؤال ده السؤال اللي محدش بيحب يقوله أو بيقلق يقوله أو يقولك لأ ما تتكلمش على النجم الأول في الفريق شيكابالة بص بقى يا سيدي أنا رأيي إن شيكابالة هو النجم الأول في نادي الزمالك ما فيش خلاف إن شيكابالة واحد من أهم المواهب اللي جات في تاريخ كرة القدم المصرية مش بس نادي الزمالك خدي كمان شيكابالة لسه قادر على العطاء ويقدر يدي كتير لنادي الزمالك بس في المباراة فيها ضغط نفسي كبير ضغط بدني كبير أمور صعبة جدا تكتكيا وبدنيا ما تلاعيبش شيكابالة أول المباراة ما بفهموش أنا ده ما بفهموش أنت عايز لعيب يرتدي دفاعهم بسرعة كبيرة جدا وعايزوا روحوا جميا بسرعة كبيرة جدا ليه تعمل كده في شيكابالة ليه تنزل بلاعب هيبقى قرارك الأول تغييره قرارك الأول تغييره والشيكابالة دايما بيبقى أول تغيير ليه استخدم الشيكابالة في الوقت المناسب إيه هو الوقت المناسب يلعب في جزء من الشوت التاني بدنيا لعيب تلوداد أو أي خصم هيكون قاله شوية قاله تقدر تاخد المكسيمم من شيكابالة أقصى حاجة من شيكابالة تقدر تاخد الفارق من شيكابالة لكن تحط شيكابالة في سباقات بدنية منذ بداية المباراة في مباراة فيها ضغط جماهيري وأمور بدنية كبيرة يبقى أنت بتخسر شيكابالة وبتخسر الفرقة لعب بدون داعش ده خطأ من كارتيرون خطأ لا يتحمله شيكابالة إطلاقا ده واحد اتنين واضح جدا أن حمزة المسلوسي عنده مشاكل كبيرة جدا ما تقوليش أنه ده ظاهير أيمن المنتخب التونسي براحتهم يلعبوه لم يلعبوه بس أخطاء الفردية الكثيرة جدا مع نادي الزمالك تقول طيب وانا ليه جايب لعب أجنبي يلعب في نادي الزمالك في مركز الزاهير أيمن وهو بيعمل أخطاء كارثية ممكن أعدلك بقى أخطاء كارثية لحمزة المسلوسي رجع كده وشوف حمزة المسلوسي في مباراة محلية ومباراة أفريقية أخطاء قدية أخطاء كبيرة جدا مش بتكلم بس على خطاء النهاردة أنا بتكلم على الإضافة اللي ممكن يعملها حمزة المسلوسي للفريق فكرة أن حتى هذه اللحظة مش قادر تستفيد من نشئيك ومن اللعبين اللي موجودين عشان يبقى عندك بديل لطريق حامد في حالة غيابه دي حاجة يتحملها المدير الفني أنا ممكن تغير من طريقة اللعبة كلها لو أنت مش قادر تعود طريق حامد طريق حامد غيابه مؤثر وكارثي وأمور مش طبيعية لما بيغيب طريق حامد أخطاء دفاعية أخطاء هجومية كل شيء بيبقى فيه مشاكل في غياب طريق حامد عن الزمالك أنا شايف أنه أكبر أزمات الزمالك في المباراة الماضية هي غياب طريق حامد وأكبر أزمة في نادي الزمالك أن المدير الفني اللعب بره مش قادر يعوض طريق حامد يعوض طريق حامد إزاي يعوض تكتكين غير طريقة اللعب يعوضه فرديا تمه يعني قالو سكروش نفسه لعب من غير طريق حامد والوسط الملعب ما تأثرش تقول لي ما عنده بدائل اصنع أنت البدائل ده شغل المدير الفني المدير الفني ما يقولش أنا عندي لعب غايم ومش قادر ألعب ومش قادر أعوضه ما ينفعش لازم طريق حامد يتعوض أعقي مليون علامة استفهام مليون علامة استفهام أنا مش قادر أفهمه صراحة ده لعب كبير لعب دولي مغرب حقك تماما تاخد قرارك زي ما أنت عايز عايز تكمل مع نادي الزمالك يا ألف أهلا ويا ألف سهلا ونادي الزمالك بيدفلك ونادي الزمالك بيدليك كتير وإنت كمان بتادي نادي الزمالك مش عايز تكمل برضو براحتك ده عقدك وعقدك خلصه من حقك تشوف اللي انت عايزه من حقك حتى لو يعني ما حطيتش في اعتبارك كل اللي فات من نادي الزمالك ومن جميعين نادي الزمالك من حقك برضو بس حتى تحيين هذه اللحظة وهي نهاية عقدك مع نهاية الموسم تقدي في أفضل مستوى لك ده الطبيعي ده الطبيعي يعني احنا بنقول حاجات انا مش عايف دايما بتبقى غايبة عند لعبين العرب مصريين وكلنا يعني عندك عقد اشتغل بين نهايته حقك تمشي بس من حق نادي الزمالك وجميعين نادي الزمالك عليك انك تؤدي لآخر ثانية وآخر لحظة في الملعب دي نقطة النقطة التانية انا شايف انه الزمالك بيعاني يقاه في فترة الكيد خليته يعاني انه ما يقدرش يجيب بديل لطريق حامد ما يقدرش يجيب بديل مهاجم في نادي الزمالك سيف الجزيري بعيد عن مستوى عمر السعيد دايما ما بيديش اضافة في الشهوط التانية وبالتالي الزمالك عنده مشكلة كبيرة في خط الهجوم يوسف اوباما مباريات يبقى رائع فيها ومؤثر جدا ومباريات بيبقى غايب تماما تماما عن المستوى الجيد الزمالك عنده مشكلة كبيرة في اللاعب الثاني اللي بيلعب جب محمود الوانش محمود علاء رغم انه دفعت عنه كتير الفترات الماضية بس دايما اخطاقه بتبقى كبيرة جدا ومؤثرة جدا محمد عبدالغاني غريب مستوى المتراجع بدون سبب وبدون داعي زمالك النهاردة تتكلم في تشكيلة تسعين في المائة منها لعبين دوليين عد معايا محمد ابو جبل لعب دولي كبير لمنتخم مصر احمد فتوح لعب دولي كبير لمنتخم مصر الوانش لعب دولي كبير لمنتخم مصر محمود علاء لعب دولي حتى لو مشاركش كتير بس هو في قوامة منتخم مصر دائما حمزة المسلوسة اساسي منتخب تونس حلو ادي هو تتكلم في حال اسم 4 مدافعين دوليين تعالى في وسط الملعب امام عشور لعب دولي اوباما يعني مش لعب دولي بس مؤثر في نادي الزمالك زيزو لعب دولي اشرف بن شرقي لعب دولي شكبالة اسم كبير وتاريخي سيف الدين الجزيري لعب دولي تخيل تخيل يا مؤمن هذه التشكيلة الرائعة من اللاعبين حتى هذه اللحظة تعاني معاناة كبيرة في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا وجمعوا نقطتين بس نقطتين بس من 3 مباريات ازاي؟ مش منطقي؟ في حاجة غلط في حاجة غلط ازا مالك لسه موقفه في ايديه لسه موقفه في هذه المجموعة في ايديه بس عشان يبقى موقفه في ايديه هو محتاج ايه؟ محتاج 3 انتصارات منهم اتنين المفروض ان هم في المتناول الوداد وسجرادة الاتنين على ملعبك تقدر تفوز بيهم خد بالك ان الوداد النهاردة ما كانش فريق مرعب هو بس كان اقل سوءا من نادي الزمالك اقل سوءا وخد دفع طبعا دفع كبيرة من 40 ألف مشاجع كانوا موجودين في الاستاذ النهاردة خد دفع كبيرة جدا بس الوداد تقدر تكسبه في ملعبك بس تتحسن انت الاول لازم تتحسن انت الاول تكسب الودادة تكسب سجرادة ويبقى عندك بترو اتلتكو في انجولا دي المباراة اللي ممكن تواجه فيها بعض الصعوبات وان كنت شايف انه بترو اتلتكو منافس سهل سواء كان في مصر او كان على منعبه فيكسب تلت مباراة نادي الزمالك يسعد ان شاء الله بس بشرط ان الامور تتلم الامور تتحسن عشان هو بالمنظر ده بالوضع الحالي ده لا انت متتخيلش انك ممكن حتى تكسب الفرقاتين اللي قتلك عليهم دول في القهارة بس لو الامور تحسنت الزمالك يكسب بسهولة بالتشكيلة اللي عنده دي يكسب بسهولة تلت مباراة فلسه الامور قائمة